اشتركوا في القناة ماذا لك تختار معهد الرشيد العربي؟ إنما اخترت معهد الرشيد العربي لوجوه قوية يعني الوجه الأول هي اللغة العربية ثانيا الامتزاج الحسين بين العلوم الدينية والعلوم الأصرية وثالثا الاهتمام البالغ بجميع تلك النشاطات والفعاليات التي تنمي مهارات الطلاب ورابعا توزيع المهام على الطلاب في إعداد البحوث وفي إعداد الحفلات وفي إعداد البرامج يعني كأنها إعداد للمهارات القيادية وترسيخ في الطلاب جميل جدا وعندما نأتي إلى الكلام إلى اللغة العربية فالمنهج كله بالعربية نفس ذلك في قسم النزام أيضا وكتب الدراسية بالعربية إنه كذلك ولكن لعلنا أخطأنا في مفهوم المنهج فالمنهج لا يعني الكتب الدراسية فحسب إنما نقول المنهج فنعني أنه اسم يشمل جميع تلك الفعاليات والنشاطات التي يجب اختيارها من أجل تقويم قيم الطلاب وسلوكياتهم وكذلك تنمية مهاراتهم التربوية التعليمية والتأثير من الإيجابي في المجتمع فعندما نقول المنهج كله بالعربية فنعني بمفهومي الثاني دون الأول وإن هذا أمر منطقي أنك إذا خيرت بين أمرين بين شيء يحصل لك بوسائط متعددة وبين شيء يحصل لك مباشرا فإنك تختار المباشر يعني السبب الرئيسي الذي لأجله اخترت معهد الرشيد العربي هي اللغة العربية ألست صائبا؟ لا شك أنها سبب رئيسي وسبب أكبر ولكن هناك أسباب أخرى كما ذكرت لك مثلا الانتزاج الحسين بين العلوم الدينية والعصرية التي قل ما توجد في المعائد الدينية أقطع كلامك ما هي الفكرة التي قادت معهد الرشيد العربي وجامعة الرشيد إلى الانتزاج بين العلوم الدينية وبين العلوم العصرية؟ سؤال جميل علينا قبل أن أشرع في الجواب نذكر وجهة جامعة الرشيد تجاه العلوم الأصرية فإن جامعة الرشيد منذ نشأتها تهتم بكل قديم واجب وجديد صالح لا شك فيك وهي ترى أن العقل بدون علوم النبوة إنها في ضلال وأن العلوم الدينية هي ضرورة تلحها الواقع فهي ترى بأسلوب عجيب وعنيق بأتدال تجمع بين المادة والروح وبين العقل والعاطفة وبين القديم والجديد وبين الفرد والمجتمع وبين الشورى والطاعة في آن واحد ما شاء الله إنه رائع جدا رأيت كثيرا من المعاهد التي تهتم بالمادة الدراسية فقط وقل ما تهتم بالنشاطات الخارجية غير الدراسية ماذا عن ماهد الرشيد العربي؟ بل المعاهد الرشيد العربي عكس ذلك المعاهد تهتم اهتماما بالغا بجميع النشاطات التربوية والتعليمية التي تسقل المواهب تسقل مواهب الطلاب والتقوي مسلوكياتهم وتأثيرهم الإيجابي في المجتمع هناك قائمة طويلة من المسابقات التي تنعقد خلال الفترة الدراسية من المسابقات التلاوة والأحاديث والنشيد والمقالات والخطابة والمناظرة ولكن هناك مسابقات على مستوى العالم الطلاب مهد الرشيد العربي منذ سنوات ثلاثة يشتركون في بطولة مناظرات قطر وإنه سوف يزيد من تباهك أن الطالب حصل على مركز أفضل المتحدثين من بين فئة ناتقين بالعربية لغة للأم وحالا الآن الطلاب يستعدون وسوف يسافرون إلى عمان من أجل بطولة الأسوية في مناظرات قطر ما شاء الله ما أجمل هذه الإدارة أرجو لكم التوفيق ولولئك الطلاب مع السلامة والعافية أيها المشاهدون الكرام هذه كانت نبذة تعريفية عن معهد الرشيد العربي وإذا أردتم المزيد من التفاصيل عليكم بالرخم المكتوب اشتركوا في القناة